مرحبا مواليد برش العذراء معكم كارمي شماس اليوم بدنا نحكي عن سنة الثلاثة عشرين هناك لمحة مهمة عن سنة الثلاثة عشرين بالنسبة للكون هايدي السنة انا بعتبرها سنة جيدة سنة تغييرات كبيرة سنة تحديات لبعض المواليد هايدي السنة بتختبر اهتمامكم بتختبر مصدقيتكم هايدي السنة بتختبر النواية اديش عندكم صادقة اديش انتو مهتمين اديش انتو محضرين هايدي السنة بتختبر ايضا استقراركن اديش انتو صادقين بعلاقاتكن العاطفية المهنية وغيرها طبعا الاجتماعية هايدي السنة قد تحمل تغييرات كبيرة مش لدى كل المواليد عند بعض المواليد برش العذراء ليش هايدي السنة في عنا تأثيرات من نبتون وفي عنا تأثيرات من زحل وفي عنا شوية دعم لالكن من المشتري هلأ طبعا رح حكي عنه من اورانيوس وايضا من كوكب بلوتو يعني هايدي السنة فيها هيك وفيها هيك لكن برضو انا بعتبرها سنة مهمة ليش السبب الاول يعود الى موقع كوكب المشتري كوكب المشتري هو الكوكب الذي يحمل النجاح دايما ما عنده تأثيرات سلبية حتى ولو في موقع معاكس لالكن بتظلكن انتو مرتاحين مع كوكب المشتري جوبيتر يعني اوكي كوكب المشتري رح بيكون بالنسبة لالكن يتنقل في البيت الثامن والبيت التاسع سمعوني كتير منها هلا عم بحكي انا بالتفصيل بتكون تابعوني ويمكن ترجعوا تسمعوا مرة ومرتان حتى تستوعبوا مظبوط شو عم بيصير وبترجعوا بتسمعوني بالابراج الشهرية لازم تسمعوني بعدين لانه فيه تفاصيل كتير ما رح فيني احكي عنا هلا لانه شوي شوي بتوصل كل المعطيات لالكن لا تستوعبوا اذا الابراج السنوية هي صورة عامة لمحة عن السنة المشتري الانه هو اللي بيعت العنوان الاكبر لهذه السنة المشتري رح بيكون ببيت الثامن بيت ال 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 دوكومنتز كل الفايلات اللي عنكنيها كل شي مستندات كل شي في قضايا عنكنيها سواء هالقضايا عاطفية مالية قضائية كله موجود تحت تأثير البيت الثامن رح بيكون المشتري هونيك من تاريخ واحد لتاريخ 16 ايار مايو فترة وجود المشتري في هذه المنطقة في هذه الفترة الزمنية رح تحمل لمواليد برشاء العذراء نوع من انفراجات على ما دعينكم والنظر انفراجات مادية مادية قانونية إدارية استشفائية مصرفية صحية وما شابه هيدا المشتري مطرح ما بيكون بيحمل كدويات حسب وين هو رايح وشو عم بيعمل إذن طريقة شغله طير إيجابية ورح بيساعد جميع مواليد برشاء العذراء بحل حالة قضاياهم العالقة إذا عالقة يلي عنده شيء بده يشتغل عليه كمانا بيتسهل يلي عنده مشكلة قضائية حتى يمكن تكون عاطفية يلي تكون مالية بتبلش تتحل حال شوي هلا الأحلى بستعاش أيار مايو بيروح المشتري بينتقل من البيت الثامن للبيت التاسع وبيبقى لأخر السنة وجزء من سنة الأربع عشرين انتقال المشتري من برش الحمل لبرش الثور الترابي اللي متل برشكن يحمل هدايا أكثر أكثر وأكثر وأكثر وأوفر حظا وأكثر قدرة على إعطاقه النجاح وازدهار وتفوق وحتى نجومية وبيفتح أبواب نجاح دراسي أكاديمي يمكن يكون بحقوق يمكن بدائرة أو نطاق أو مستوى النشر مستوى الطالات العالمية يمكن يكون طالات الأكاديمية يمكن طالات طلات بتطلع بتاعتمو حضرات بتبينو بطريقة كتير عالية معناتها عم تشرحو أو عم بتقدمو معرفتكن للبابلك للرأي العام فترة رائعة جدا للسفر ولأخذ تنقول في ناس بحاجة إلى تأشيرات سفر بالنسبة لألا هذا شيء كتير كتير مهم وأساسي يمكن للسفر للدراسة سفر للشغل سفر هجرة أيضا يلي عنده مشاكل من قبل بهذه الإشوز كله بيتحلحل كله بيتحلحل يلي بحياته ما مسافر من برش العذراء بيسافر بسنة 23 وعلى أرجح تحت تأثيرات كوكو المشتري في برش الثور من أيار مايو لآخر السنة فترة ممتازة إذن أكاديميا نجاح على مدعيكم والنظر وكلكم مفروض يطلع لكم يعني مش رح يحجب التأثيرات الممتازة عن هذا هون ما رح يدعمه رح بيكون فيه مثلث فلكي ترابي بين المشتري برش الثور وفي عنا مثلث مع بلوتو وعنا مثلث مع أورانيوس بيعطوا موليد برش العذراء القوي الثبات وهالطل الحلوي ولما بيمشي مولود ومولودة برش العذراء بيمشوا بثقة عالية أو على الأقل هيك الناس بتشوفكن في عنا إذن البلوتو عنا أورانيوس وفي عنا المشتري رح يعطوا أكبر مجال للفرص والتقدم عند موليد برش العذراء كل هيد السنة رح أحكي عن التأثيرات السلبية آخر شي في عنا كوكب الزهرة بيزور برشكن بشهر أكتوبر وبجزء من شهر نوفمبر وفي عنا طبعا كوكب المريخ بيزور برشكن بشهر أب أغسطس الزهرة بيعطي مجال للحظ للربح المالي والنفسي وغيره المريخ بيقلكون انتبهوا يمكن يمكن يكونوا بهذه الفترة انفعاليين يمكن كونوا منزعجين وينكن كونوا متسرعين فكونوا حذرين هلا بدي أحكي ما فيني ما أحكي عن تأثيرات السلبية هي من نا سلبية هي تأثيرات ضاغطة رح أبلش بيه نبتون نبتون ثقة ثقة في الروابط اللي عنكم إيها بل شو تشككوا بكوة وصدق العلاقة اللي انتو موجودين فيها العلاقة العاطفية العلاقة الزوجية العاطفية العلاقة المهنية أو الاجتماعية في كتير أشخاص موالي بوش الشهاد يمكن يتركوا يمتركوا المجموعة اللي هن بنتموا يولا هادي على مدار كل السنة برجع في عنا لفترة قليلة في عنا تأثيرات من كوكب زحل وذلك ابتداء زحل بينتقل لبرش الحوت ليشكل مواجهة مع برج كون ابتداء من تاريخ 7 أدار مارس هلا مش على كل موالي برش العذراء فقط على مواليد 23 ل30 أغسطس هادي المواليد شهريا أنا رح أحكي عنا ورح أسكرا بدأ تكون حذرة على استقرار الصحي استقرار العاطفي بالزواجة استقرار المهني معقول يكون في كتير ثقل بيت فكونوا جدا حذرين كل هذه السنة ابتداء من شهر أدار مارس نحنا حكينا وقلت وبرجع بكرر سنة حلوة وواعدة لكن في عنكم بعض المطبيت بدكن تكونوا حذرين خلالها بدكن تكونوا حذرين خلالها ورجع بكرر انتبهوا من المشاكل بشهر تموز يوليو وقاب أغسطس أوكي هيدا حكينا عن نابتون حكينا عن الزحل وبالتالي بتكون تقريبا مش إنه الكل لكن تبقى يمكن مواليد واحد ل 15 سبتمبر أكتر شي بعيدة عن الضغوط فلا بأس بذلك أصلا رح يطلع لكم مفاجآت كلكم مفاجآت حلوة مثلا مواليد 20 21 22 سبتمبر بالرغم من معاكسة نابتون لقلكم رح بيكون عنكم حظوظ كبرى من بلوتون مواليد 8 إلى 17 سبتمبر بالرغم من كل شي في عنكم مفاجآت وكادويات وهدايا من كوكب أورانيوس كل مدار السنة عنكم مفاجآت ولا أحلى من هيك مواليد أب أغسطس ومواليد 1 إلى 9 سبتمبر هايدي من كوكب المشتري لما بيكون ببرش الثور يعني ابتداء من 16 أيار مايو لحتى تشوفوا أنه صحيح في عنا إشي حلوة لكن تتدخل فيها بعض الكواكب مثل كوكب بيروح كوكب بيجي كوكب بيكون موجود برجع بيمرق فوق واحد برجع بيمرق يعني الأمور مثل عقارب الساعة فوق بعضها شي بيجلب شي حلو برجع بتاني بيمرق فوق وبينزعل حلو برجع بيطلع بتخف التأثيرات السلبية واحد رايح واحد شي برجع 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 لحتى تستوعب الأمور لكن بشكل عام هي سنة ممتازة بسطفية أسسوا بشكل قوي جدا لأنه عن جميع موليد برش العذراء فرصة لتأسيس شي مهم جدا بحياته بسنة 23 هي سنة تأسيس هي سنة شهرة سنة نجاحات وسنة السفر يلي حاب بيتمنى لكن سنة حلوة طبعا نلتقي مع الأبراج الشهرية للمزيد من التفاصيل باي باي